يشكو مواطنون في محافظة الكرك من عدم قدرتهم على امتلاك شقة لارتفاع كلف الشراء بما يفوق قدرتهم على الالتزام بأقصاط شهرية لأي جهة تمويلية في ظل محدودية الدخل في وقت يؤكد أصحاب العقارات استمرار ارتفاع أسعار الشقق لأسباب عديدة لم يخفي أصحاب العقارات في محافظة الكرك أن أسعار الشقق مرتفعة بشكل كبير ما يحول دون استطاعة المواطنين امتلاك مسكن يناسبهم مالكو العقارات عزو ارتفاع أسعار الشقق إلى عوامل عدة منها الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار الأراضي ومواد البناء وأكدوا أن كلفة الشقة الواحدة كانت أربعين ألف دينار قبل عدة سنوات أما الآن فتجاوزت حاجز الستين ألف دينار سبب الله ارتفاع الأسعار أول شيء ارتفاع السعر الأراضي بعدين ارتفاع سعر مواد البناء بعدين أيد العامل أسعارها غالية جدا نقطة ثانية جميع الأخوان الذين يروحوا لإشتري الشقة السكنية يأخذوا وراء البنوك البنوك يعطي روائف فوائد عالي جدا فالمواطن لما تكون شقة حقها أربعين أو خمسين ألف تطلع المواطن في أكثر من مئة ألف فبصبح المواطن بظل عمره كله مديون فحقيقة الوضع صعب جدا بالنسبة لأي إنسان بفكر أن يشتري شقة لأنها ليست بالسهولة حتى يشتريها كل أجمع على أنه صحيح مرتفع الأسعار لكن الأسباب المؤدي للارتفاع هي ارتفاع أسعار مواد البناء ارتفاع التراخيص ارتفاع الضرائب على البناء المؤجر استثماريا ارتفاع المثقفات المستأجر اللي بدي يأخذ من عندي بدي يأخذ عقد الإيجاري بدي يدفع لي ضريب الداخل بدي يدفع لي مسقفات أنا في النهاية يعني يعتبر مشروع إن لم يكن مرتفعا يعتبر مشروع فاشل القاسم المشترك بين المواطنين ومالكي العقارات كان اتفاقهم حول أسباب ارتفاع الأسعار ومنها موجات اللجوء السوري إضافة إلى ضعف دخل المواطنين من أهمها أول شيء ارتفاعة الكلف البناء والشغلة الثانية الأيدي العاملة أصبحت كمان مكلفة وضرائب البنوك والفوائد البنكية هي يعني عائق أمام الموضوع اللي أنت طالبتنا فيه إذن ارتفاع أسعار الشقق في المحافظات خاصة التي تعاني من ارتفاع نسب الفقر فيها جعل الكثير من المواطنين يتراجعون عن تملك أو استئجار شقة بمساحات تناسب احتياجاتهم العائلية على أمل أن تتحسن ظروفهم المعيشية وأن تتخذ الحكومة إجراءات تساعدهم على ذلك من محافظة الكرك محمد الكفاوين رؤيا